لا يترك نظام الأسد فرصة لمهاجمة خصومه في الداخل اللبناني وتطويقهم من خلال إجراءات وضغطات سياسية تهدد استقرار لبنان وأمنه فمحاولات النظام الأخيرة لإجهاد تشكيل الحكومة وإفشال القمة الاقتصادية باتت واضحة ومؤكدة بالنسبة لتيار المستقبل وحلفائه باعتبار أن عدم دعوة سوريا إلى القمة يعني أن لا حكومة جديدة في حين أن عدم ولادة الحكومة يعني أن لا قمة في بيروت محاولة تخريب الوضع اللبناني بمعنى تخريب إمكانية مهضة دولة هي استراتيجية دائمة مستمرة تأخذ أشكال مختلفة اليوم تأخذ شكل عدم القدرة على تشكيل الحكومة وبالتالي قد يبدو مسألة دعوة سوريا أو عدم دعوة سوريا هي السبب لكن دائما الأساس هو إبقاء هذه الصورة أن الدولة معلقة في لبنان وهناك عجز أو انقسام لبناني وعجز وعدم القدرة ولكن هذا يأتي في سياق الاستثمار الإيراني لنفوذه على مستوى المنطقة عدو كتلة طيار المستقبل النأب محمد الحجار حذر من أن أي خروج عن الإجماع العربي قد يؤدي إلى حصول مقاطعة عربية ستؤثر سلبا على فرص نجاح القمة التي يرغب لبنان بشدة باستغلالها والوفاء لاختيار بيروت مكانا لانعقادها هناك من يريد نقل العنوان من عنوان قمة اقتصادية إلى عنوان سياسي يريد من خلاله تحقيق بعض المكاسب نعم وهذا خلق ويخلق انقسام في البلد على المستوى السياسي بس ولكن هل هذا يعني بأنه سيستمكن من تحقيق مبتغاه بدعوة سورية بدون قرار من الجامعة العربية قطعا لا ينتظر لبنان في التاسع عشر والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري قمة مهمة على الصعيدين التنموي والاقتصادي دعت إليها الجامعة العربية تحت عنوان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ولكن تداعيات هذه القمة قد تنسف التهديئة السياسية الداخلية وتعيد الاستفافات الحادة إلى الواجهة وبخاصة أن فريقا من اللبنانيين المدعوم من ميليشيا حزب الله ونظام الأسد في لبنان يتعامل بفوقية مع شريكه في الوطن متجاهلا قرارات الجامعة العربية والقوانين اللبنانية من هنا فأن تشكيل الحكومة هو رهن مزاج نظام أسد وأتباعه وليس باستطاعة أي طرف أن يحسم هذه المسألة بانتظار انقشاع الصورة الإقليمية وتحديدا الموقف العربي العام تجاه سوريا إلينا بنام مراد أورينت نيوز بيروت